احساسك أول ما اشتهرت بالطريقة المرعبة دي يعني شفنا أولاد وبناء صغيرين مراهقين بيعملوها الكبار عملوها يعني كل حد كان بجد بيعمل الأغنية دي على التيك تاك وبيقلدها وكمان كان في وقت تقريبا كلنا كنا عاديين في البيت فهي اشتهرت أكتر وأكتر أنا احساسي كان لأ كنت مبسوطة جدا وبعدين فعلا فتحت نفسي ما تخضتيش؟ اتخضيت عشان أنا أنا اللي عاملة المزيكة بنفسي بقى فدي جديدة بالنسبالي يعني أنا عادة بألف وبغني وبلحن بس بقى لا من حدة ان أنا عاملة المزيكة بنفسي فلما لقيت ان الدنيا مشيت كده فحسيت كده ايه ده طب انتي بتغني يسر حاجات تانية اللي هو يعني بالطريقة اللي هو كده مش هقول على ده ممكن أسنقي مثلا سكاتشز ولا كلمة غلط لا صح صح طيب بتقدري بتقدري تغني حاجات اغاني اغاني بقى عربي او انجليزي وانا اصلا كنت بغني انجليش في الاول بس هو صوتك ليه قوي على الغنى الانجليزي عمتها وهو بالنسبالي اسهل بس في نفس الوقت انا مش عايز اغني انجليش انا عايز اغني عربي بس يعني زي ما انتي سامع العربي بتاعي كده بسيط قوي فلازم تبقى حاجة شبهي صح يعني هي بدأت في الاول ان انا كنت يعني بقلف حاجاتها عشان ارتاح نفسيا بس قلت طب ما طلعها بس لو انا هروح السكة بتاعت بقى الالطرب وكده هي مش يعني مش لانا لك مش لانتي عايز اتقدمي كمان اه والناس مش هتصدقها مني بس بس طبعا احب اتعلم وحب اجرب بس مش دلوقت موسيقى